فضل سورة العصر وسبب نزولها أقسم الله تعالى في سورة العصر بالعصر وأداة القسم هي الواو وهو ما يعني الزمن أو الدهر معنى والعصر إن الإنسان لفي قصر قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قصر الآيات هنا أقسم الله تعالى بالعصر وجاءت بمعنى الزمن وهذا سبب الإختلاف الرائع وتعاقب الليل والنهار وهذا يوضح قدرة الله تبارك وتعالى في صنعه ثم جاء جواب القسم في الآية الثانية إن الإنسان لفي قصر وهنا يعني أن الإنسان لا يستفيد بشيء من حياته حتى الموت إلا بالإيمان والعمل الصالح والحق والصبر كما جاء في الآية الثالثة والأخيرة سورة العصر هي إحدى الصور المكية وبها ثلاث آيات فقط وتوجد في الجزء الثلاثين من المصحف وفيها يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي هذه الصورة القصيرة تكمن الكثير من المعاني التي تبرز منهج متكامل للحياة البشرية وفي الآية الأولى يقسم الله التوارك وتعالى بالعصر وهو قسم يشير إلى الدهر أو الزمن أو ربما إلى عصر النبوة وتوضح الآية الثانية أن الإنسان مصيره إلى الهلاك والخسران بينما جاءت الآية الثالثة لتؤكد حفظ الله تعالى للذين آمنوا وهم الذين أسعونا لنشر الخير والحق والصبر على الطاعات والابتلاءات إن القرآن الكريم يشتمل على الفضائل التي لا عد لها ولا حصر ولكل صورة من صوره المباركة هدف ومعنى محدد وجميعها نزلت من عند المولى عز وجل لهداية الإنسان إلى طريق الحق والإيمان ولذلك من الضروري تأمل صور القرآن الكريم وآياته باهتمام حيث أنه الدليل على النور والهدى ويحتوي القرآن على صور قصيرة وأخرى طويلة وتحمل جميع الصور الكثير من المعاني التأملية التي يجب الوقوف عندها ومحاولة فهمها سبب نزول وتسميت صورة العصر إن صورة العصر لم يذكر أي سبب لنزولها في كتب السنة النبوية كما أن الواحدي الذي يعتبر من أوائل الذين كتبوا مؤلفات وبحثوا في أسباب نزول صور القرآن الكريم لم يذكر سببا يختص بنزول صورة العصر وقد سميت هذه الصورة المباركة بالعصر بسبب ورود كلمة العصر في الآية الأولى وهو اللفظ الذي أقسم به الله تعالى والعصر ويشير معنى العصر إلى الزمان وهو محل عمل الإنسان سواء من أعمال الخير أو الشر وبالتالي فإن مصيره يتوقف على أعماله في هذا الزمن فإما أن ينجح ويفوز ويكون من الذين آمنوا وإما أن يخسر ويهلك فضل صورة العصر يحصل المسلم على عظيم الأجر والفضل عند تلاوته القرآن الكريم وتدبر آياته في كل وقت وحين وفضل القرآن الكريم يشمل جميع صوره المباركة غير أن هناك بعض الصور التي تم اختصاصها بفضل معين وهو ما ورد في السنة النبوية مثل صورة البقرة والإخلاص والمعوذتين كما شاع بين الناس وجود فضل لبعض الصور ولكن منها ما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صورة العصر أيضا لم يرد عن النبي أي قول يختص بفضل خاص لها وعلى الرغم من عدم وجود حديث يشير إلى فضل صورة العصر إلا أن بعض الأئمة والعلماء قد تحدثوا عنها مثل الشافعي الذي قال عنها لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم كما قال عنها أيضا لو ما أنزل الله حجه على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقد ورد كذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قراءة صورة العصر في حال حدث افتراق بين اثنين حيث ورد عن أبي مدينة الدارمي أنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقي لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر ومن المؤكد أن صورة العصر ذات الثلاث آيات تحمل من الدروس والبلاغة الكثير حيث أنها تقر بوجود طريق واحد إذا سلكه الإنسان فإنه سينجو من الهلاك ويفوز بالخير من عند الله تعالى وهو منهج الإيمان بالله والسعي إلى العمل الصالح الذي يتمسك فيه الإنسان بالحق والصبر على أي ابتلاء وقد تلازم وجود الصبر مع الحق حيث أن الحق طريق للصلاح والإصلاح ولكنه فيه مشقة ولذلك فإنه يستلزم وجود الصبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والآن مع التلاوة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر